بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير متعكم الله بالصحة والعافية تقبل الله صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير العيد له المعانيه العظيمة السامية التي يعيشها المسلم التآخي بين الناس التسامح العفو الصفح المعامل الكريمة الكلمة الطيبة تبسمك في وشاخي البشاشة المصافحة بين الناس سبحان الله الإسلام جاء ليحقق هذه المعاني النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في مكة وقت الشدة وقت الضنك يؤسس دار الأرقم ابن أبي الأرقم يجتمع فيه المسلمون يتفقد بعضهم البعض يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الإخاء إخاء إخاء بين الأوس والخزرج أصبح اسمهم الأنصار وإخاء بين المهاجرين والأنصار يجعلهم الله سبحانه وتعالى بالتآخي ألف بين قلوبهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم في الجنة غرف يرى ما بظاهرها بباطنها وما بباطنها بظاهرها قالوا لمن يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لمن أطعم الطعام وأفش السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام تآخي المسلمين المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم فوق خطبة أخيه المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله لا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوها هنا يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام هذا معنى التآخر معنى الأخوة في الله أمر إذا تحقق جاء الخير ونزل الخير من الله سبحانه وتعالى وإذا لم يتحقق كانت المصيبة هل نعلم أيها الإخوة أخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح خرج ليحدد لأمته عليه الصلاة والسلام ليلة القدر تحديدا بدل الخلافات والنقاشات في تحديد ليلة القدر والأقوال الكثيرة الحافظ ابن حجر جمع 48 قول في ليلة القدر جل الصيوط وصل 52 قول جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحدد لنا قولا واحدا فتلاحى رجلان تخاصم رجلان فرفعت يعني نهاه الله سبحانه وتعالى أن يحددها بالله كم تضررت الأمة المسلمة بسبب تلاحى رجلين خصومة رجلين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحدد ليلة القدر والأعمال ترفع إلى الله تعالى ويغفر الله عز وجل لهذه الأمة في يوم الخميس ليلة الجمعة يعني وفي يوم الاثنين فيغفر الله للأمة إلا لمتخاصمين يقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا نعم كبرياء النفس حفوظ النفس لكن أين تحكيم الدين أين الاحتكام إلى الله سبحانه وتعالى أين التنازل أين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى قسم عليه الصلاة والسلام وهل نحن طالبين النبي عليه الصلاة والسلام حليفة ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم بهن حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدق وما ظلم عبد مظلم فصبر عليها إلا أعزه الله تعالى وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد مظلم فصبر عليها إلا أعزه الله أنت في المعاملة تعامل مع الخالق سبحانه وتعالى تذكر الخالق تذكر قول الله يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر الآيات المعاملة مع الله سبحانه وتعالى التسامح خيرهم الذي يبدأ بالسلام كن أنت الخير الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحسن إليهم ويسيئون إلي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل الذي يصر رحمه إذا قطعت العيد فرصة فرصة لتواصل الأرحام العيد فرصة للتسامح للتصافي العيد فرصة لطلب العفو من بعض البعض ينادي المنادي يوم القيامة من وقع أجره على الله فليقم فلا يجيب أحد من وقع أجره على الله فليقم فلا يجيب أحد من وقع أجره على الله فليقم فيقول أهل الموقف ومن وقع أجره على الله فيقرأ عليهم من عفى وأصلح فأجره على الله من عفى وأصلح فأجره على الله مقدار كم؟ مقدار كم الأجر على الله؟ لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك خير لك أن تجده عند الله سبحانه وتعالى وأفضل ما يكرم به الإنسان أن يسامح وهل نبقل المسامح كريم هذه فرصة فرصة حتى تتنزل علينا الرحمة وأن بسبب التباغض والبغضاء بين الناس ترفع الرحمة ابن مسعود كان إذا أراد بعد ما يفرغ من درسه إذا أراد أن يدعو يقول أناشدكم الله إن كان فيكم قاطع رحم فليقم عنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يستجيب الله لقوم فيهم قاطع رحم فيكم واحد قاطع رحمه امشي اختانا امر مننا وأن الإنسان يفتقر إلى الله افتقارك لله يظهر في المعاملة حسن المعاملة حسن الجوار بعض الجيران خصومات بينهم الجيران وجبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار قال حتى ظلنت أنه سيورثه نحفظ الحديث ما معناه معناه يمكن ربنا بعد شوية يجعل للجار ميراث من شدة الوصية ما تكررت كيف يجعل له ميراث زي ما الوالد عنده ميراث والوالد عنده ميراث وزي ما الأخوان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وزي ما الزوجة عندها التمنين بيقى في ولد وإما في ولد الربع وزي الموارث التي قسمها الله سبحانه وتعالى قد يجعل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننته يجعل للجار يجعل له تمن ولا سدس ولا خمس من كثرة هذا الوصية وأول ما يختص بينهم يوم القيامة جاران أول ما يختص بينهم يوم القيامة أول القصص جارين اختلفوا في شي تناقشوا في شي حصل خلاف بينهم تذكر دائما حق الجيران وحب الجيران وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره خير الجيران عند الله خيرهم لجاره خليك جار طيب وخير لتكون خير عند الله سبحانه وتعالى يحبك الله عز وجل وكلنا نطلب حسن الجوار وندعو الله عز وجل ما شفت امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة قال ابن كثير من فقهة اختارت الجار قبل الدار ما قالت ربي ابني لي بيتا عندك لا ربي ابني لي عندك بيتا اختارت الجار قبل الدار فخير الجيران عند الله يعني في آل الجنان عند الله سبحانه وتعالى خيرهم لجاره خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدين عندما يحث على المعاملات كان إنسان يصل إلى درجات عالية جدا جدا النبي عليه الصلاة والسلام حديث في صحيح الجامع لما سئل عن امرأة تقوم الليلة تصوم النهارة لكنها تؤذي جيرانة قال لهم في النار نهار صايمة ليل قائمة أذية للجيران في النار ما استفادت طيب في المقابل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة لا تزيد على الشهر لا تزيد على الخمس حد رمضان صيام رمضان بس ما في تاني لا سطوت لا أيام بيض لا اثنين لا خميس لا عرفة لا عشرة لا تزيد على الشهر ولا تزيد على الخمس حد صلوات الخمسة لا رغيبة لا ضحى لا شفع لا وتر لا غير ولكنها تجمع الأقط وتوزعه على جاراتها تجمع الأقط 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 القشطة اللبن المجفف هنا المراد به الجمادة تحت اللبن يعني كل ما تفور اللبن اللبن يطلع جمادة تشيله تجمعه بعد ما جمعته تقطعه بعد ما قطعته توزعه لي جاراته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هي في الجنة هي في الجنة يعني شوف المعامل الإنسان إن الرجل ليصل بحسن خلقه حسن الخلق المعاملة بحسن خلقه درجة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله بحسن الخلق بالمعامل الحسنة حياته كلها تكون في سبيل الله وقف لله تعالى و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب العمل إلى الله تعالى بعد أداء مفترض عليك سرور تدخل على قلب أخيك المسلم تقد عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تنفذ عنه كربة ولأن أخرج في حاجة أخي ساعة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا ومن كف غضبه ملأ الله قلبه نورا يوم القيامة ومن كظم غيظا ولو شاء ينفذه أنفذه ثبت الله قدمه على الصراط وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن ابن عمر في الطبراني حسن والألباني جاء في صحيح الجامع يعني المعامل الإنسان بصلبادر جاء عالية جدا الصحابة رضي الله عنهم رأوا رجلا فأعجبوا بالله بهيئته يعني هيئة ما شاء الله وقالوا ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله يعني ربنا الداول هيئة والوجاهة والقوة والجلد ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام علّه يقوم على أب شيخ كبير فهو في سبيل الله علّه يقوم على أم عجوز فهو في سبيل الله علّه يقوم على زوجة ضعيفة فهو في سبيل الله علّه يقوم على صبية صغار فهو في سبيل الله علّه يقوم على نفسه فيعفها عن المسألة وعن الحرام فهو في سبيل الله الحقيقة كلها تكون في سبيل الله لما تقوم على مبدأ التعامل والمعاملة واتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى يسعى الإنسان للمحبة أو ثقر الإيمان الحب في الله والبغض في الله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباغضوا ما تفعل الأشياء التي تجلب لك بغض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنات أن الإنسان ما يعرض نفسه أن يلعنه الناس أن يذكر واحد يقول لك يا خليهم يذكروني ألقى حسنات لا أنت ما بتبحث عن ذلك لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانة اتقوا اللعنات أشياء التي تجلب لكم اللعنات التبول وقضاء الحاجة في قارعة الناس في طريق الناس وفي ظلهم تجلب لك اللعنة لكن حديث بالجملة الإنسان يبتغل عن كل لعنة الإنسان يسعى لأن تكون المحبة بينه وبين أخواتي والأصل عند الله طبعا نخلص العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا من عباده نادى يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه تحبه الملائكة فيلقى له القبول في الأرض بين المؤمنين وإذا أبغض الله عبدا والعياذ بالله نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه يبغضه جبريل ينادي جبريل للملائكة إن الله يبغض فلانا فأبغضوه تبغضه الملائكة فتلقى له البغضاء في الأرض ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده العيد سانحة فرصة عظيمة للتآخي للتسامح للصلة فرصة لأن ننسى ماضي مظلم ماضي حزين ضغاء أحقاد ونفتح صفحة جديدة وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فابدأوا بالسلام وأفشوا السلام بينكم وأبخل الناس من بخل بالسلام كما قال رسول الله عليه الصلاة عليه السلام كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال نسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة أزمنة مديدة في طاعته برحمته يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة